إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوه به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله والأولين والآخرين ويوم السماوات السبع والأرضين آمين واشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ورحمة إماك حميد kedب اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على ابررهيم وعلى آل وبرحمة إماك حميد المجيد عباد الله أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ترموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد خاذ فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هجو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارا من الله وإيكم من النار قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون عباد الله قصص الأولين وسير الماضين من وسائل تربية النفوس والعاقل من استفاد من القصص وأخذ منها الدروس والعباء ومن أحسن القصص ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم حديثنا اليوم عن قصة التي قصها رسول صلى الله عليه وسلم قصة ثابدة ذكرها لثلاثة نفر عاشوا لحظات ديق الكر لكنهم كانوا أصحاب عمل صاري في الخلوات ففرج الله عنهم وكشف كربتهم والحديث في صحيح بخار ومسلم من حليث عبد الله بن عمق العمر رضي الله عنهما قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة الآواهم المبيت إلى غار فلخدو فانحجرت سخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا يمجيكم من هذه الصحرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالهم فقال رجل منهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنعا بي طلب الشجر يوما فلم أرق عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبطهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقفهما وأن أغبط قبلهما أهلا أو مالا فلبهت فلبهت والقضو على يدي أن تزر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية أو الصبية يتضاغون عند قدمه فاستيقظا فشريفا ضغطهما اللهم إن كنت فعمت ذلك اكتغاء وجهك ففرج عنا ما نأل فيه من هذه الصحرة فانفجرت شيئا لا يستفيعون الخروج منه فقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب النازلي فاردتها على نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدأوا عليها قالوا اتق الله اتق الله يا عبد الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس لي منه الأموال فجاءني بعده فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهذئ فقلت لا أستهذئ بك فأخذه كله فاستقامه فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانخرجت السخرة فخرجوا يمشون عباد الله هذه قصة عظيمة فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير وحسبنا في هذا المقام أن نذكر منها ما يلي أولا يجوز التوصل في الأعمال صالحة أثناء الدعاء كما حصل من أصحاب الله فقد توسلوا إلى الله بأعمال صالحة هي أرجى ما يظنون من أعمالهم قبولا عند الله فالأول توسلوا ببره لوالدين والثالث بعفته وتركه للحرام خوفا من الله سبحانه وتعالى والثالث بأمانته وأداء ما في ذمته من حقوق الآخرين والسؤال الذي أطره على نفسي وإياكم أيها الفضلاء لو أن أحدا منها مثلا أضلق عليه باب نار أو باب مسعده أو كان في أرض فلا ونزل به كرب وليس حوله أحد يستنجد به يا ترى هل لدينا عمل صالح بيننا وبين الله من الممكن أن نتوسل به لكي ننجو مما نعن فيه تعرف على الله في الرخاء يا ترى هل لنا أعمل صالحة خفية لا يعلمها إلا الله هل لأهدنا هل لأهدنا خبيئة قد هبأها بينه وبين الله هل دمعة في جنح الغلال سقطت طوفا من الله أو ركعات في السحر لا يعلمها إلا الله أو صدقة خفية لأيتام أو خطراء منذ ثنوات لا يدري به به بها أحد غير الله فلنجته رحمكم الله عباد الله في أعمال صادها خفيا لا يعلمها إلا الله لكي نتوسل بها بين يدي دعائنا لزوال همومنا وكشفي قروبنا سب اغربنا istatها وكشفي القربنا سب اغربنا الواحد على المدينة اول Hub يسراohn iquement سب اغربنا وبد نعم وبالتالي أدفعي أولاً أنكم لديهم تقوة لديهم تقوة لديهم من الله سبحانه وتعالى إنه أ唯一 طريق أننا نصل على الله حين أنه يكون لديهم مرسي على نفسنا إنه تقوة في كل نحن نحن عندما نحن في المحل أو في نحن نحن في نحن 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 جانباً ج analي sentiments لديهم أحمر المنخيص لوحدنا أننا ناعد وجود وصول قصة اليوم ف loose أعلى كل المنخيص أننا نحن نحن doğru ه 750 if we judgeنا يكون لديهم ممتقابل لمن قسم الله ص равно معنا سيكون في الكتابات الكتابات ويقولون أن الحديث لنا تتحدث للمشاركية لن يتحب للمشاركة ويحصل للمشاركة أو تصل للمشاركة للمشاركة للمشاهدة للمشاهدة هو أن تجد خذتنا منه وحاولة وحاولنا حيث النبي صلى الله عليه وسلم حديث كانت تحديث با عبد الله بن عمر رضي الله عنه انتظار محلوك انتظار محلوك وانتظار محلوك وحتى بعض المرور من أجمعين أنا أعطين هذه المرورة قصة من ثلاث سابعين بني إسرائيل مجتمع مجتمع وقلق غريبا إنه مرور hubية first it is experience and it is no Keeping a fear and the world ended up inside the cage to save themselves from water , from the rain ومتوسط لكم عندما يتحدث فضل ثم تحضر وفضل ثم تحضر و رفضت السنين فضل ثم تحضر الظلاث فضل ثم تحضر وأنه يستطيع احضر فضل ثم تحضر فضل ثم تحضر ومعني الآن لدينا أحدهم أحدهم يساعدنا قد أحدهم ويساعدنا أن يساعدنا ويساعدنا أعطى أي أكثر عيشة أي أي عيشة عيشة لدينا تقرأنا في الماضي فهو ليست شهر فالوله يقول قال من هناك فهي بالترعي و هذا ما هو تقبك هو 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 هل يدفع مالا ايذها أنه يدفع اختيار مالا هو ليس كلا بيه هم يدفع againstه يدفع اختيار مالا ولمه يدفع اختيار مالا فهي قد حدوث وقته غده مهما ت إلى ربما عندما أصل عندما كان هناك فوق النبي سيبقى أحيانا. أحب أن أعبت شبابتهم ليس لهذه السرقة فالبعده أيهالي ف الطرفي لا تسجل فوالسطرنا يسجل فهل لسرعة فهل لديهم ولكنه قبل النموات النموات تحقن انه أنفقها لكن الوصف انه يقوم باستمره خبابه وأنه يقوم بأسساة والحن من بطلبه البيت لا يرد الرفض لا يرد الرفض فأنت تستطيعه حذراً لا تقوم بإنفاده فإنما أنه سيئ، ابتدع جيلاً لا الناس يبدو ومعها فإنه سيقوم بإنها فهن لعيب من فجران فهن لا يظهرهم وليه وفاخك وفاخك فهذا المحط يدعهم وفاخك ثم أجل سيجد فان سألوه فان سألوه فان سألوه فان سألوه سألوه أجلس إجاء الله تحديقك من الحلوى يمكن أن يكون نظر الوصف في свالة فإن رأينا نظر الوصف يمكن أن يكون نظر الوصف الجميع أنه من إبليه أين سيقوم بالصور المترجم للغاية 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 قد يرى محاولاً فريقاً أقول ما تسمعون وإستغفر الله لكم وإرسالكم بمسلمين وإمكانكم فإستغفرواكم وإستغفرواكم وإستغفرواكم ولم يعجوا الله عواجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله والأصحابها والسلامة وسلم and كفيرا Broders and sisters in Islam الله سبحانه وتعالى command us to do to send salutation and peace upon the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and especially every Friday هم أن يكون في الهاتف فه rooted ناوي يريد المساعدات من هذا الصلاة في صلاة محمد صلى الله عليه وسلم عن tots hoof سلاء Crimson أحد الأول التي تريد الله من ألك Minneapolis Aku سلاء على محمد و اللهم يريد أعلى المحمد ماذا saAME لي اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باربت على إبراهيم وعلى إبراهيم هنا كحمد المجيد So brothers and sisters in Islam A lot of lessons around this hadith The story we read We summarize in English insha'Allah The first of things we should know Is that it is okay for people To look for tawassu It is okay For Muslim When you are making dua To take something you have done The right thing you have done To present it to Allah While you do yourself You know that he knows already When you take it you present to him Allah subhanahu wa ta'ala If I did this For yourself or Allah For only your sake Save me from this trial And you will see A lot of people have done it The sahabani have done it The good people are after them Who came they did it Until now people are You know seeing They are still realizing The result of you know Righteous things But today is that The problem we have Are our actions Really righteous Or not That's the problem Because these people They were so shocked That this thing They did it for the sake of Allah What about you and I today We are facing a lot of things Trials We live in fear Certain things That used to be normal Become things of fear You are standing for your friend Who sneezes You run away You just hear somebody In the line Call him As a salam You run one We live in fear And we have a lot of disease We don't talk about crimes At all Accidents If today The khutbah is asking us If today You and I We find ourselves In someone Someone Nobody can help us We know that Nothing can save us But the same problem Are we able to raise our hand Ask Allah for help Of course We are going to raise our hand But are we sure That he will accept it Just the example of the man Who was in diesel And somebody who is traveling Normally when he will call upon Allah Subhanahu wa ta'ala Immediately Allah will respond But So Allah He said What he had drink Was haram What he ate Was haram What he dressed Was haram And he was even raised Feet When he was young In haram So how And where And Allah Accepted His dua His talk No way Today How many How many dua The imams Are not doing How many dua We don't spend Money to give To imams We think they are good To make dua Until now Nothing changed How many people Have been going They are going to For Rukia It doesn't work Because here Our house It is our house As the Pope He states There is something A small Flesh If it is pure Everything will become pure But when it is corrupt The safe Me and the Save us Brothers Today we all Suffering And we need to Raise our hand And ask Allah for help Especially Muslims We are always saying That for the The whole world To be In tranquility In peace It has to start From us We are the only one Who knows That Allah Is the one Who is in control Of everything We are the only one Who knows That when Allah Could If we are two believers Because today Some people We don't believe in that Because as Muslims You should know That if You have A dictator As a president If you have A leader Who is Who is not just You have to You know To know And realize That it is only Allah Who can remove Because he said Man can Toot till More commentations That's what he said But Where are Where are the Muslims So brothers and sisters In Islam Let us go back We should always Have something We hide It is in between us And what Allah Right It is You can have Just two Raka'ats At night You focus Effective It's only you And Allah You don't have Any Connection With the Durnal And anytime You find yourself In a position Where You are hopeless You raise your hand Allah Last night My standard Of 10-15 minutes If it is not For Your safe If you Yourself You know That it is for Your safe Safety from this Tribe And you And you Will see It doesn't Make sense If we still Behaving bad And we go And we feel Other people Who are wearing You know Three pieces Claiming that They are It doesn't Make any sense So To pass Truth Something And ask Allah For help It is Khalal But today There are Some people Also Who pass Truth Like that And they Failing In Bidya And sometimes Majos Shif Yahudu May I Reportate us From that Because we Have some People Who will Go Starting With that Evening We all know That the Prophet When he Raised his Hand Before even He stayed Allah Already Accepted His To But it Is Haram As Muslims To Raise Your Hand And ask The Prophet To Help Today If He Is Alive You Can Go And Ask Him That's The Reason When You Go For The Visit In Medina He Has His Grave Where His Sahaba The Two Sahaba They Were Buried You Have To Make Salaam On Them And Then Ask Allah To Reward Them For What They Have Done But You Don't Ask Them To Of Course You Will See Some People They Will Try To Ask Oh Ya Nabi Allah But The Security Are Always There They Will Just Push Them Hajj Hajj Move 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 What The Sahaba Did Anytime They Visited Him In His Grave Of The Graveyard They Make Salaam As We Know How To Say And Then They Will Face The Qibla When You Face The Qibla You Have Your Back To The Prophet Sallallah Listen Gravely It's Not Like You Face It And You Ask Allah For Help Some People Today People Will Say It Is Vida As Muslim We Should Always Try To Control Our Time Our Wife For The Prophet Muhammad Should Take Us To That Level Where You Consider Him Even You Know When He Is There Already Like Someone Who Can Make In The Place Of Allah What Other People Did Alhamdulillah The Prophet Sallallahu This Is The Deen The Only Deen Where Even When He Is Going To They Told Us What His Dominion How They Say Till The Relations He Had With His Wives They Told Us Nothing Is Hidden From Us So We Should Be Failing All Those Kind Of Things As For Vijahi Rasulullah If Is Harara As Muslims You Can Say For The Fact For The Fact That I'm Following The Way Of The Prophet Sallallahu Alayhi Was Sallam Save Me The Another Thing Is People Also Consider Some People Like Their Awliya So They Even Mention During The Do'ah It Is Arab As Muslims Was Was Is Hard To Come From You From Yourself For You To Leave A Sin Where You Can Do Nobody Will Ask Anything You Leave It Come And Face Allah And Ask Allah For Help Good Dear Brothers And Sisters We Will See Also In This How Will Realize That Certain Situation Will Lead Our Sisters And A Lot Of People In Sins The Woman Who Asset At The End She Doesn't Have Any Means That's The Reason Why She Walk After The Man Ask Him For Help Poverty May Allah Save Us From Any Triumph That Will Take Us To The Sin Of Allah Subhan Allah And We Will Realize How Very Good Of How The People Are Taking Care Of Their Parents Before And Look At Us Today Even If They Dead If Today You Know Our Parents Some Of Them Are Not Alive How Do We Remember Them We Can Stay For The Whole Year We Don't Even Can It Is Only When Some People Will Tell Us Oh It Is You Know Today My Father Is Ten Years Now I Will Make It To Him Then You Will Gather The Imam Who Will Come And Fight Over The Money You Will Give And The Food The Meat That Will It Is Not That As Muslim You Can Do Everything For Your Parents Even One Day You Can Go For All On Their Behalf You Can Take Care Of A Masjid Obed The Masjid On Their Behalf Make Du'a As The Professor Was In State You Yourself Not Anyone Else You 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 Brothers And Sisters For You To Go And Ask Imam To Make Du'a For You Is Normal Is Okay But The Moment You Yourself You Have Something Between There's Something Between You And Allah Allah Needs You Not The Imam Allah Wants To Come Back And Repent The Moment You Become Clean You Are Close To Allah So God Let Us Go Back And Raise Our Hand All The Time While We Don't Know That We Don't Have Anything High Of Course We Not Going To Be Like Angels There's No Way We Are Human That's The Reason Anytime We Finish Praying The First Thing We Do Is What Astag Allah Even After Prayer You Did A Lot Of Things Astag For Allah To Tell You That It Is An Act Of Worship That Get Us The Third Thing I Will Mention Also Is That You Can Use You Can Use Asma Allah You Are The Most Forgiving Forgiving Oh Allah You Are The One Who Is Giving Power We Are Suffering In The Hand Of This Leader You Can Make The Dua So That Allah Change Him With Somebody Who Will Be Good But All Those Kind Of Things We Will Spend Our Time Talking About It's Not That When We Come Back To Allah We Will See Allah In Front Of Us So That 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 Is Be Mindful We Can Say That It Is Also A Way For Us Opportunity For Us Also To Let Everybody Know When You Give Soda It Is An Act Of Do It For The Sake Of Allah And After Them It Is The Best Moment For You To Raise Your Hand And Ask Allah For Anything You Want To This Do The Man Who Feeds His Parents And He Stand The Children Are Crying He Not Feeds Them Why He Can Just Go And Sleep There Is No Problem He Can Give Them Their Children Their Milk When The Parents Will Wake Up They Will Drink There Is No Problem But He Was Constantly In What He Is Doing It Is A lot Of People We Know They Are Trying Their Best When It Come To Some People Are Holden You Will See People They Are Taking Care Of The Whole Family Nobody Even Knows That There Are People Who Are Taking Care Of Massage And We All Know How Strong We Have On Our Massage Today Especially Where The Building Is Not Own By Us We Have To Pay The War Of Connection In Some Massage You Will See A Person Will Just Take Care Of The Connection He Is The One Who Was Taking Care Of And Nobody This Is Paul Krabiga This Is Between You And Allah Nothing A Brother Just Filmed Last Time And He Saw How We Used The Machine To Clean It Wasn't Gold And He Decided To Buy He Bought And He Brought Nobody Was Need It Anything They Use That Machine And The Bus Is Clean He Will Always Have His Rated Of Care Any Child Who Come Sit Down Clean Place And Read The Person Will Make Fatihah The Reward Will Reach The Person So So I You Know Us There Are A Lot Of Brothers Who Are Really Helping But It Is Good That We Increase It And We Keep It Like That So Brothers And Sisters In Islam I Am Praying That We Are Make Easy For All Of Us So That We Have Something That Is Hidden Between Between You And Even For You To Take Of Your Family And You Keep It Like That Allah Will Save May Allah Make Us Among The People Who Will Always Have Something That Can Take Them Closer To Allah Subhan Bw Ta'ala And This Masjid Also Is For Most Of The Time It Is Not The Money Is Not Going To Anyone And We Will Realize Most Of The Time After After Juma The Board Is We Send Up And It Look Like It Disturbed You Know Us It Is Not The Money Will Never Go To Their Pocket Is To Pay The Rent If Today Somebody Asking If Is A Part For The Deed I Say No Fis Asking Money In The Masjid Is Not A Part For Deed But The Circunstances Push People If We Leave It Like That There Is Not Going To Be A Musket We Are Going To Have Mos To Pray If I Was Like Oh I Going Take Care Of The Beans Of The Musket Nobody Will We Will Come And Ask For Peace And If Among Us We Have Ten People Who Decided To So The Rent Is How Much Come We Are Going To Take Care Of That That Says There Is Not Going To Be So May Allah Make Us Understand And All This Is The Poverty When We Talk About May Allah Take Us From Poverty And May Allah Save Us From Any Triumph That Would Make Us Lose The Reward When We Come To The Musket So God This You Know The Musket Is Really Need Your Help And The Musket Is The House Of Allah Nobody Sleep Here We Only Come And Read And Pray And The Children Also Who Are Coming To Learn And We Know How Busy This Area Is Is A Lot Of Children Who Are Coming And Read Even A Person To Come And Relax Using The Vacuum All Of Us Who Are Putting One Or Ten Dollars Will Have Reward For It To عداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هنبا إلا فرحت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شخيت ولا ميتا إلا رحمت ولا ولدا إلا أصرحت ولا فقيرا إلا غنيت ولا غنيا إلا بارت ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خذلت ولا عسيرا إلا يسرت ولا عازبا إلا زوجت ولا عاريا إلا كسوت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين واغمينا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من حوبتك وبك منك لا نصيثنا أن عليك أن تكماثنيت على نفسك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسمع مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر بحسنة وقناة مننا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني ذكم لعلكم تذكرون فقوم إلى صلاةكم يسحمكم اشتركوا في القناة